على بركة الله النهاردة نعمل مع بعض كيكة هتطلع معاك هشة وتحفة ولو الأول مرة بتعمل الكيك هتطلع معاك نتيجتها ممتازة بأمر الله تعالى عملت معاك كيكات كتير قبل كده الحمد لله لقيت نجاح كبير قوي دي مختلفة شوية عنهم وبردو هتديك نتيجة مبهرة بأمر الله على بركة الله هنبدأ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل المطبخ بتاعنا مبدأيا كده اللي انت شايفينه ده الراديو أنا بقالي عمر أنا بقى عشق إزاعة القرآن الكريم أبدا ما بغيرهاش فدايما الراديو معايا في المطبخ جنب مني مشغل إزاعة القرآن الكريم دايما ما كانش بيطلع معايا في التصوير لكن قلت ليه لأ ما خليش اللي بيتفرجوا ياخد بالهم من حاجة زي كده بجد تحسي براحة نفسية مش طبيعية وهتلاقي نفسك مرتاحة وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديكي الحاجة اللي بتعمليها ببركة كلام ربنا والقرآن الكريم اللي شغال جنب منك سواء بقى القرآن التواشيح كلها حاجة كده بجد نفسيا جرابي كده واسمعيها وانت بتشتغلي وشو فيها هتبقي عاملة ازاي وقدقيه سعيدة ومبسوطة وحكتك كمان هتبقى كلها بركة أول حاجة المقدير بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم لازم تكون مدرجة حرارة الغرفة معايا كوبايتين من الزقيق وكوباية من النشا معايا كوبايتين من السكر ست بضط معلقة من الخل وعصير أربع لمونات كيسين من البيكنج بودر كيس واحد بس من الفانيليا وكمان كوباية نوصها زيت ونوصها سمنة وبنفس عيار الكوباية اللي عايرتي بها الزقيق والنشا والسكر والسمنة على زيت هنعاير بها ميا ممكن تستخدم الميا كلها وممكن ما تستخدميهاش على حسب النوع الزقيق اللي عندك أنا هنا مستخدمها زقيق متعدد الأغراض أو متعدد الاستعمالات خلاص كمان في رشة ملح ودي سنة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيتزبط كده طعم السكر اللي موجود في أي نوع من أنواع الحلويات وكمان بتخلي الأكل دايما في بركة أول حاجة هعملها أقول بسم الله الرحمن الرحيم وهاخد البيض والسكر ودي مرحلة مهمة جدا جدا ودي اللي بتنجح لك الكيك إن شاء الله هجيب السبت بودات ولازم يكونوا طلعين من التلاجة قبلها على أقل بساعتين وكوب بيتين السكر هضربهم مع بعض كويس قوي 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 لحد ما السكر يدوب تماما في الوقت دوت أنا هعصر اللمون بتاعي هحط كده البيض في الكبة أو في الخلاط على حسب بقى المتوفر عندك وعليهم كوب بيتين السكر وهضربهم كويس قوي قوي ده ربا مبرحا حتى يستغيث لازم ينضر كويس قوي الخليط يفتحك كده ويبقى لونه أبيض وهيشش كده وكمان السكر أتأكد إنه داب تماما في الوقت ده أنا عصرت هنا معايا لمونتين وأثناء ما الخلاط خلاص كده تمام السكر ده والبيض اندمج معاه هحط عصير اللمون وهرجع أضرب تاني وبعد كده الخلاط وهو شغال بنزل بالكوبية بتاعت السمن على الزيت سرسوب كده والخلاط شغال معاكي الخطوة دي بتخلي الكيكة معاكي نعمة قوي والمسان بتاعتها ضيقة بالضبط زي السبونش اللي بتشتريه من برا وهكمل ضرب بنفس الشكل ده نيجي على المواد الجفة هنزل في بولة واسعة بالنشا والزقيق عايز أقولك النشا بتديها نتيجة مبهرة حطينا هنا كوبايتين من الزقيق على كوباية من النشا نخلناهم مع بعض حوالي ثلاث مرات وبعد كده هنزل بكيس واحد فقط من البيكنج بودر ما انتو شايفين بالشكل ده عشان أدمج البيكنج بودر مع الزقيق والنشا ويتفعل كويس في البداية تمام الكيس التاني أنا مش هحطه دلوقت هتشوفه هحطه إمتى وهتشوفه نتيجته في الآخر إن شاء الله عامله إزاي نجيب بقى خليط البيض والسكر والسمن على زيت واللمون ونبدأ نضيفهم كده على المكونات الجفة وهبدأ يقلب تقليب كده في اتجاه واحد أحط بقى دلوقتي معلقة كبيرة من الخل لوش قابعنا دلخل بيكسر أي جلوتن موجود في الزقيق بالتالي بيديكي كيكة هشة وهعصر نص للمونة يبقى احنا كده عصرنا للمونتين في الأول ودلوقتي عصرت نص للمونة مع الخل وآخر حاجة هنزل بها دلوقت الفانيليا هي مش آخرية اللي قبل الأخيرة في حاجة أخيرة كمان دلوقت تمام هحط بقى كيس الفانيليا هو كيس واحد بس عشان خطر احنا حطيه كده للمون كتير وكمان في خل فمش عايزين الكيكة قوامها يبوز مننا ودلوقت الميا هنزل بحوالي نص كوباية الميا دي بيضى ليه لأن الخلاط طبعا مكان البيض والسكر فرشطفت وكده بشوية ميا وعيرت بالكوباية نزلت بنص كوباية الأول بشوفها حتاج ولا لا طبعا نوعية دي بتختلف من مكان لمكان في دي بيس شب في دي بلا آخر حاجة دلوقت هضفها تكة المهمة قوي هنزل بها الكيس الباكينج باودر التاني وهنزل عليه بعصير نص للمونة كمان يبقى احنا جده حطينا تلات للمونات لمونتين مع البيض ونص للمونة مع الفانيليا ونص للمونة مع الباكينج باودر عشان تخليها تفاعل ويبقى لسه فريش كده وطازة وديت تقليبة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ده القوام المطلوب بالزبط هنا الميا معايا خدت حوالي كوباية إلا معلقتين تلاتة في الوقت دهو اتسخنت الفرن بتاع لدرجة حرارة 180 وبطنت الصواني بالشكل ده دهنت زيت أوسمنة وبضرتها بتزيق ونفطت زيق الزايد عن الصواني بالطريقة زيق نقول باسم الله ونصب فيها خليط الكيك اللي احنا عاملينه وهبدأ اخبطها كده خبطتين تلاتة على الرخامة عشان افرغ الهواء اللي فيها والفققية دي تخرج بالتالي لما ايجي ادخلها الفرن ببقاش فيها مسام واسعة قوي قوي ومسام ديائق قوي لأ انا عايزها كلها مسام واحدة تدخل الفرن بتاعنا بقى على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق في الاول او 7 دقايق كده وبعد كده تثبتي درجة الحرارة بتاعتك على 170 وتسبيها لمدة نص ساعة او على حسب الفرن بتاعك والوقت اللي الكيك بياخد فيه المهم انك متفتحيش عليها ابدا قبل ما يعدي عليها 40 دقيقة علشان تبقى استاوت تمام متسكعش منك وتهبط خلاص كده استاوت معي ما شاء الله لقوة اللي بالله ورحتها قلب الكون هشيلها بقى كده واطلعها بره على الرخامة وزي ما انتو شايفين طبعا قبل ما بتطلعيها بتختبريها بالسكينة السكينة طلعت معاك نظيفة كده زي الفرن بتطفل الفرن وتفتح الفرن وتسبيها جوه الفرن 10 دقايق الاول علشان درجة الحرارة من بره ومن جوه متخليش الكيك بتاعك يهبط لكن دلوقتي طبعا الجو حر جوه زي بره فطلعتها على طول وبعد كده بقى ايه شفتها لقيتها بشاء الله حلوقاوي هغطيها بفوت مطبخ نظيفة وهسيبها لمدة ربع ساعة تهدى خالص الحركة دي بتعمل ايه اما بتغطيها بالفوتة بتديها اللمعة اللي انتو شايفينها دي بالتالي بتحتفز بالطروا بتاعتها ما بتخلقها يعني البخار بتاعها كله بتحتفز بالبخار وكمان بتديها اللمعة الحلوة قوي اللي انتو شايفها دي ما شاء الله اللهم بارك كيكة تحفة جربيها بنفس التكنيك ده بنفس الطريقة دي بنفس المقادير دي بامر اللي هتعجبك جدا 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 المهم المية بتتحكم فيها علشان نوعية تدقي احنا عايزين خليط الكيك اللي احنا معتدين عليه مش اكتر من كده عشان كده انا قلتلك يا تحطي كوباية المية بالتدريج هتلاقيها احتاجت مثلا الكوباية ممكن تحتاج كوباية الا ربع ممكن تحتاج كوباية الا تلت على حسب نوع ادي ايه المهم انتو بتزودي المية كده وبتدويبي بتقلبي لحد ما تلاقي قوام الكيك اللي احنا عارفينه ومعتدينه بمجرد مادي ايه بيختفي بتوقفي فورا ضرب خلاص وتصبي بقى في الاوالب بتاعتك وتدخليها الفرن بتخش درجة الحرارة الميتين اللي في الاول دي عشان تأوم الكيك على طول واستوه معاكي ويبقى هاش كده وزي ما انتو شايفة زي الفل وياريت تتفرج على كل الكيكات اللي عملتها معاكم في القناة قبل كده وقتها ما تنسيش اللايك والاشتراك والسابسكرايب وتفعلي علامة الجرس عشان وصالي كل جديد ان شاء الله أسابكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته